اشتركوا في القناة اه طبعا مش منستهل ان احنا نستسهل الجراحة ممكن نقدر على يحصل شالة رباية او يحصل لنا مشاكل كتيب بسبب الجراحات الا لو فيه سبب يخلينا ندخل بدأ فعلا يحصل ضعفة بدأ عدم ان احنا نعمل عملية ده يدخلنا فعلا في شالة رباية غير كده بنحاول نعليج العيان ده بمنتهى البساطة جدا بيدخل تحت جلسات اسمها شد الفقرات بالكمبيوتر بنعملها هنشوف دلوقتي هنعملها ازاي طبعا احنا هنختار الماكسيماليفل في الفقرات الرائبة بنشد بنسبة من 6 ل 8% من وزن الجزء طبعا احنا هناخد هنا 6 كيلو وهنا لا هنا ده 6 و هنا ده 3 طبعا اه بنبدأ ندل الجهاز order انه هو يشتغل طبعا هو في فقرات القطنية اه بيشد على طول بيبدأ شد على طول في فقرات الرائبة بيدينا hold حوالي 60 ثانية يعني دقيقة اه بيقد 60 ثانية علشان يتطمن ان العيان safe انه مش مخنوق انه انه الجهاز متركب صح لانه طبعا الاجهزة الحديثة بيبقوا عامين فيها safety procedure جامدة جدا فبيدينا hold هو كل ده لسه مشدش عمالي عاد بيتطمن ان العيان مش مخنوق ان العيان بياخد نفس وصح ان العيان واحد وضع صح عشان الرائبة بتقتبر من الاماكن جير الفقرات القطنية هنلاحظ ان الجهاز بدأ شد على طول فالجهاز safe جدا زي ما اتوا شايفين وهو معموله هو نفسه safety procedures يعني اه معموله امان ان هو يبقى العيان ان شاء الله في امان وبعد ما بنخلص الجلسات بيبدأ بنعمله بممكن نعيد كمان الرانين مغناطية سيتين نلاقي ان العيان ده تحسن جدا والديسك رجع مكانه هو الجهاز دلوقتي بدأ يشد زي ما احنا شايفين بدأ بوان كيلو بعد مادة فترة الامان بدأ بوان كيلو وهيبدأ يشد بيبقى ده الفقرات عن بعضها الجهاز بدأ يشد وبنقوم نكرر الجلسات زي وفي الاخر بنعمل ام ار اي بعد شهر او بعد اثنين حسب الحالة ما بنقدرش حد دلوقت جرام ما بنشوف الدسك ده كان خارج قد ايه مضغط لجزور العصبية ده قد ايه بنبدأ باثناشر جلسة ونشوف العيان هيحتاج ايه بعد كده